توقع وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الصيانة محمد بن نخي أن يتم افتتاح مسجد الإمام الصادق عليه السلام منتصف شهر يونيو المقبل بعد انتهاء عمليات الترميم وخلال زيارة تفقدية للمسجد قام بأعدد من المسؤولين أوضح بن نخي أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق مواكدا سعي الوزارة لافتتاح المسجد أمام المصلين في شهر رمضان المقبل خلال زيارة تفقدية لمسجد الإمام الصادق عليه السلام توقع وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الصيانة محمد بن نخي أن يتم افتتاح المسجد أمام المصلين في شهر رمضان المقبل بعد انتهاء عمليات الترميم التي أكد أنها تتم وفق الجدول الزمني الموضوع لترميم المسجد الجولة التي حضرها محافظ العصمة ثابت لمهنة وعدد من المسؤولين تأتي للإطلاع على سير العمل في المسجد عقب تعرضه لحادث إرهابي في ثاني جمعة من شهر رمضان الماضي أدى إلى استشهاد ستة وعشرين شخصا وإصابة نحو مئتين وسبعة وعشرين آخرين وأكد وكيل قطاع الصيانة أن العمل في المسجد يتم على فترتين صباحية ومسائية حتى الساعة التاسعة مساء سعيا لافتتاح المسجد في منتصف يونيو المقبل من جانبه قال محافظ العصمة ثابت لمهنة أن توجيهات سمو الأمير بسرعة ترميم المسجد كانت ذات تأثير إيجابي على نفوس أهل الكويت داعيا إلى وحدة الصف وتلاحم أهل الكويت الذين أثبتوا وحدتهم الوطنية واصطفافهم خلف قيادتهم في أحلك الظروف وكانت وزارة الأشغال اعتمدت عقد تأهيل المسجد الواقع في منطقة الصوابر بتكلفة تجاوزت 700 ألف دينار وذلك تحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن كما شملت جولة المسؤولين زيارة للمسجد الكبير لمتابعة بعض الأعمال الخاصة بالمسجد والتي تشرف عليها وزارة الأشغال وجاري إنجاز تلك الأعمال المختلفة لكي يستقبل المسجد المصلين في شهر رمضان المقبل اشتركوا في القناة